هنا بقى المسارات بتاعة التحرك زي ما انت شايف على مروس الاتحادية التحرك جه كده عدى اقليم الدنباس اللي انت شايفه هنا وبالتالي دخل في العمق الاوكراني من ناحية تانية من جنوب اقليم الدنباس بدأ يتجه ويدخل الى وسط اوكرانيا يأتي ايضا من الحدود الشمالية علشان يعمل نقطة التقاء في هذا الوسط ويبدأ عملية التحرك داخل اوكرانيا ذاهبا الى وسط اوكرانيا ومن فوق هتلاقي التحركات بتاعة روسيا جاية من حدودها هتلاقي تحركات ايضا جاية من بلا روسيا زي ما حضرتك شايف في الاخر هنا فوق خالص ادي بلا روسيا في الاخر خالص في اخر ركن من الشاشة في الاعلى بتتحرك القوات الروسية بالاتفاق مع الحكومة البلا روسية وحكومة روسيا البيضاء في اتجاه كييف مرة اخرى للسيطرة عليها ده الوضع على الارض طبعا عندنا هنا تحركات بعض القوات الروسية من شبه جزيرة القرم ادي بحر اوزوفة اللي احنا بنتكلم عليه الا وهو المدخل الى المياه الدافئة في البحر الاسود جنوبا ادي التمركزات الروسية بتتجه ناحية الشرق لدعم القوات اللي بتتحرك بالاساس من الشرق ذهابا الى الوسط ثم تمر هذه القوات الروسية في اتجاه الغرب للسيطرة على اوداسا وهو واحد من اشهر المواني باوكرانيا بل ومن اكثرها حيوية كمان ويعتبر جزء من اللي تقدر توصفه بانه من اهم المفاتيح او عصب من اعصاب الاقتصاد الاوكراني وادي البحر الاسود اللي بقولك عليه هنا من الواضح ان الروسيا عمدها تخوفات من وجود الناتو في جمهورية الاوكرانية لانه في هذه الحال تبقى للتخوف او تبقى للتصريحات الروسية في هذه الحال هيتم السيطرة على البحر الاسود والسيطرة على بحر اوزوف وده اللي بيوصف الروس طول الوقت بانه تهديد للمصالح الروسية وتهديد للامن القومي الروسي من ناحية التانية الناتو او الاوكرانيين يتعهدوا بانه لن يحدث اي مساس بالامن القومي الروسي ولن يحدث اي مساس ايضا بالمصالح الاقتصادية الروسية